أسعد الله مساءكم بكل خير متابعين الكرام وأهلا بكم في إحاطة المجزة لأهم الأنباء البداية ميدانيا حيث استهدفت فصائل الثورة مواقع لعصابات الأسد بصواريخ الكاتيوشة على محور جوباس شرق إدلب كما قصفت سرايا المدفعية ليلة الأمس تجمعات للعصابات في محاور جب الأحمر وتلتي أبو أسعد شمال اللاذقية كما تمكن القناصون من قنص ثلاثة عناصر للعدو اثنان منهم جنوب إدلب والثالث على محور العطيرة شمال اللاذقية شهدت قرى وبلدات سفوه والفطيرة وكفر عويد في ريف إدلب الجنوبي قصفا مدفعيا مكثفا مصدره ميليشيات الأسد استهدف منازل الأهالي ما تسبب بنفوق عدد من الأغنام إثر سقوط قذائف على رعاة الأغنام بقرية سفوه فيما تعرضت أيضا قرى العنقاوي وخربة الناقوس لقصف مدفعي مماثل دون أضرار بشرية في صفوف الأهالي استشد اليوم طفل بعمري التسعة سنوات متأثرا بجراحي التي أصيب بها يوم أمس مع أخيه جراء انفجار ذخيرة من مخلفات قصف سابق للاحتلال الروسي في قرية عدوان بريف إدلب الغربي وفي السياق ذاته أصيب طفلاني بجروح خطيرة إثر انفجار قنبلة يدوية في بلدة بليون بجبل الزاوية جنوب إدلب قصف جيش الاحتلال الصهيوني ليلة الأمس بصواريخ أرض أرض مواقع عسكرية تابعة للميليشيات الإيرانية في منطقة الروحين وبناء المالية بمدينة البعث في محافظة القنيطرة دون ورود أنباء عن نتائج هذا الاستهداف يذكر أن الدفاعات الجوية التابعة لميليشيات الأسد لم تعترب تلك الصواريخ بشكل مطلق إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الإحاطة نترككم في أمان الله إلى اللقاء